جانية للقرآن مع ابونا دانيال الشمعون سوف نكمل اليوم قراءة صورة البقرة بداية من الآية 74 شارككم الصفحة تستطيع متابعة النص 74 غشور ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كلمة لما غريبة يا ابونا لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشة الله وما الله بغافل عما تعملون لما لما يتشقق كيف يعني لما هاي غريبة لكلمة هاي أنا على رأيي لما هم حتى قرؤوها لما لما قرية الكراءة أخرى فأنا شوف هم يفهموها إزاي لما لما هو بجوز ما يتشقق وإن منها ما يتشقق مش لمة لمة هاي اللامة التأكيد ما يتشق يعني بمعنى نفي يعني لا يتشق لا يتشقق يعني وإن منها ما يتشق ما هنا إلا الاستثناء بشريط أن لا تدخل على فعل لما إلا هو كريم إلا أو إن شو لم لما جاء عشديد حرام شو الحقي هذا لم هنا شوف شو يقول لك لما في إتقام التأكف لما وإن منها لما شو إلا إلا الباية يأشدون لأن ما هايوة هو فهمها بمعنى ما التفسير الميسر فهمها بمعنى ما 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 أبونا ممكن تجي أيضا بمعنى الذي أيوة إن منها الذي لكن ما هو أفضل يعني بهذا المعنى وإن منها بس الله هي مشكلة لما يعني للتأكيد هي لما يجوز كأنه هيك كأنه هيك لأن بعد فعل تجي المهم فإن من حجرات إلا ما يتفجر منه الأنهار لما لما ما فهمت عليك في هذا المعنى أفضل شك يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشة الله وما الله بغافل عما تعمل أفضل أفضل تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون يحرفونه كلمة يحرفونه أبونا غريبة هاي الكلمة لنحن نعرفها نعرفها بس يحرفون يعني كيف يعني يحرفون الحرف عارفين ويحرفون كيف يحرفون هنا يقول أبونا يحرفون يتأولونه على غير الوجه الصحيح أو يبدلونه أحرف بس حرف يعني يزيد أحرف ينقص أحرف مثل هيك ما هذا هو هذا المشكلة يحرف يعني يبدل آه يحرفونه خلا كتبت كتبت هنا فهمت بمعنى أو يبدل يبدلونه في أيضا معاني يزيفونه ويزيفونه بتمام يزيفونه يحرفونه أنا هشوف لك هنا يغيرونه يقول يغيرونه آه 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 واضح 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 هي غيرها كتبت كل المعاني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاججوكم آه 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 يحاججوكم يحاججوكم آه يحاججوكم آه يحاججوكم بما فتح الله عليكم ليحاججوكم به عند ربكم يعني كيف حاججوه عند ربكم آه هذا هذا مش واضح آه 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 طيب على كل حنشوف بعدين ما فيها ما فيها بشكلة سريانية أو لا يعلمون أن الله يعلم آه ما يسرون وما يعلنون واضح يسرون يخفون ومنه قميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني وإنهم إلا يظنون أميون واضح أبونا إلها معنى إنهم لا يقرؤ أو يبتبؤ أو إنهم من الأميين أيوة مثل الكديس بولوس رسول الأمم أيوة من الأمميين أمميين من الأمميون بهذا المعنى أنا بعثت لآية أخرى تكلمت فيها عن التطوير في أميون أيوة فويل للذين يكتبونها ويل معروفة ويل الذين يكتبون كتابة بعيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به هذا أمر كل المسلمين هذا أمر كل المسلمين هو نفسه عن نفسه يكي يحكي حكي عن نفسه أنا أكتب الوحي ولا أنسبه لله لأن الله لا تكذب ولا الكذبين أميون يكتبون كتابة أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا كليلا كليلا اشتروا فويل لهم مما كتبت أيديهم هذا ليهم ليهم عليهم تلعب أيوة يعني هم بيسبوا بحالهم ويل لهم مما يكسبون يكسبون أيوة ويل معروفة كلمة ويل لا أروفة احنا كنا كلمنا في عدة مرات وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أيوة بلى من كسب بلى في علام التعجب أنا وضعت بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا مذاك هنا وإذ هنا الناقصة الناقصة يه 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 تتتال أولى واذكر إذ أخذ ميثاق موسى ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله هنا كثير نواقص بس مش ندخل في النواقص وبالوالدين أحسانا وذي القربة واليتامة والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا هاي منسوخ الآية وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وقد أخذنا مثاقكم لا تسفكون دمعكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أكررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء آه ثم أنتم هؤلاء هؤلاء تقتلون هؤلاء آه آه شوف العبارة ثم أنتم يعني أنتم هذول اللي بتكلمنا عنهم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم فهم علي ثم أنتم تقتلون أنفسكم يعني أنتم هم الذين هم الذين أيوة تخلم عنهم هذا المعنى حلو جدا هذا التعبير هالين 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 هو قاد هالين لأنه بالغرب دائما آه يسر أو هالين هو يكتب سرياني شاط ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم تهرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون وتتظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسراء تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم قيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون المنك يقول هما نفسك عمل يه هو كل على كل تظاهرون أبونا هنا كلمة كلمة أبونا تظاهرون تظاهرون يعني تلفون ظهركم عليهم لا تتعاونون تظاهرون عليهم يعني تتعاونون يعني واحد ظهروا للثاني واحد اسم غيره تظاهرون آه أيوه تتعاونون بالإثن يعني تتعاون عليهم هذا المعنى تظاهرون ظاهرون تتعاون أيوه أيوه وإن يأتوكم أسرع تفادوهم أيوه تطلبوا فجة يعني عنهم شو تطلبوا فجة عنهم آه تفادوهم الله محظم أوكي أيوه أيوه أولاك الذين اشتروا لحياة الدنيا بالآخرة اشتروا كنا اشترى وشرى اختلاف بين اشترى وشرى أولاك الذين اشتروا لحياة الدنيا بالآخرة أنا مثلا ما خربتش اشترى وشرى كل اللي عملتها ترقي ترقي بالفراسي على كل نفس الشي بس أفضل واحد يقول اشترى وشرى فرق صحيح مثلا باعه وبتاعه أيها لازم ملاحظة عما أولاك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ينصرون ولقد أتينا موسى الكتابة وقفين من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس مش بالروح القدس ولكن بروح القدس بروح القدس لا بروح القدس مش بالروح القدس لا لا بروح القدس أيوة يعني بروح الله أيوة أيوة أفقل لما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا هذا طيب وقالوا قلوبنا غلف قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلينا ما يؤمنون غلف أبونا هنا شوف في الطورة كلمة غلف تعني غير مختون أيوة لكن هنا قلوبنا غلف يعني قلوبنا مغطة مغطة نعم نعم نفس الشيب بولس لما يقول والسرسول يقول اختنوا قلوبكم أيوة أيوة غلف أيوة صح غلف يعني مغلفة الغلفة تعني هي التي تغطي العضو الجنسي نعم الغلفة وإذا قلوب غلفة يعني مغطات بظلام ما تفهم أيوة فاللعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون طيب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين أيوة الله يقول فلعنة الله على الكافرين أيوة بكفرين ليش يقول فلعنتي على الكافرين أيوة لأنه كو الله آخر أيوة على الذي كفروا طيب لأنه من عند الله مش من عندك أنا أسمع من عندك ما جاءه كتاب من عندك هل أسمع فإذن ظهر واحد آخر كي يحكي مو الله نفسه واضح واضح هنا مشكلة ما تعرفش مين بيحكي فالمشكلة هاي فأهم علي مثل ما أنا كتبت واحد بصفر بالنفق وبسمع الصدق وبفكر إنه الملاك جبريل بكلمه هاي 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 شغل تجميع هذا عظيم تجميع قوي هذا استاذ هذا هذا كتبته على صفحة طيبة كتير عجبه بالأمر طيب يستفتحون هنا أبونا أبونا يستفتحون يقول يستفتحون هنا يعني شو يستفتحون هنا يستفتحون أبونا بمعنى يطلبون الفتحة للنصر هذا فهمت كذلك على يستفتحون يستفتحون يعني يطلبون النصر ها كفروا فلما جاءهم مع عرفوا كفروا طيب هل أبونا عندك كلمة فتح البلاد أو مثل هيك بالسرياني أم هي فقط خاصة بالشريعة الإسلامية فتحها لأنه فتحها إلى ألف معنى ومعنى طيب الفتح الباب مثل مثل هيك طيب نعم نعم شوفي إذاك أحد المعاني اللي يرغب فتحها ضد أطبق وطم وأغلق فجر القناة ليجري الماء فتح الحرف بين أظهر أوضح فسر فتح ضبط المدينة ضبط المدينة أها ضبط المدينة في السرياني سريانيا من ضمن من ضمن معاني المدينة أيوة أيوة ضبط المدينة يعني اجتاح فتحها يعني أو تستيطر على المدينة أيوة تستفتح هنا أيوة سرياني عندها غير معاني وكثير اللي قرأت لك إن فتح تفتح طبعا إذا تجي مع كلمة أخرى تنطي معنى آخر فمثلا فتح يده يعني جادة سخة صار كان سخة آه ففتح آه إذا فتح الختم فك المهم فتح قلبه كشف نور عقله ففتح عيناه على لاحظة آه فتح فمه أو شفتاه تفوها نطقة آه فتح آه معمودي فتح معموديثة فتح المعمودية يعني نصب أقام المعمودية آه فتح فتح مربعة فتح الرحم يعني فتح مستودع أمه كان بكرا طب خلينا نكمل ورحم تتذكر بالإنسان أيوة وفاق هاي خلينا نكمل هنا آه نكمل آه تعرف عندنا في بيض صغير البيض صغير هو أول بيض بيض الجاج أول بيض بيض الجاج هو بيض صغير مكبير عد بيسموها بيض فتح شفت أيوة واحد في واحد في واحد يهودي جيش ترى بيض كل هاي صغير كل هاي بيض فتح بيض فتح كل كمان البيض عندكم فتح هذا فتح عظيم أو لوه فتح أيضا حتى عندكم البيض فتح بيسم اشتروا بيها أنفسهم أن يقفروا بما أنظر الله بغيا أن بغيا أن ينزل الله من فضله أن يقفروا بما أنظر الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبيل هنا بنا فيها مشكلة هذه الآية هنا شوف قال ليس أن لأن هنا معنى لأن بغيا لأن ينزل الله يقفر بها لأن ينزل الله من فضله على من يشاء العباد لكن أن لأن شوف بما أنظر الله بغيا أن ينزل الله لأنه أن وأن جاءت مرتين هنا المشكلة لها شو شو يفهموني بغيا آه بغيا يعني طب أنا شوكيها شوكيها إزاي بغيا يعني أظن هو طمعا فهمت بمعنى بغيا طمعا أظن بس أنا هشوكيها يعني بغا عند تعاد تعاد ده بغا تعاد أي تعاد وأيضا بغا بغيا هاي بغيا هنا أبونا حسدا فهمت حسدا 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 أشتروا ما يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل لأن الله لأن هنا بمعنى بغيا حسدا لأن الله ينزل الله بفضله على من يشار يعني يكفروا بما أنزل الله حسدا حسدا لأن الله أنزل من فضله على من يشار هذا حسدا يعود إلى الكفر بما أنزل الله أم يعود إلى أن ينزل ينزل الله من فضله يعني هم هم يحسدوا بس تعرف لو نقراها بالكوفي بعيا وتنقري لأنه هيك بعيا يعني إرادة يريدون آه بعيا أيوة ما هو بصير بغى يبغي بغى يبغون أن بمعنى بغى يبغى يريدون بغى أن يصبح ما هو هنا هكي يحكوا اشتبغي اشتبغي هي سريانية باعي القويتين يقول نبي يعني بدل نبغي يعني هي نبعي نبعي بسرياني نحن هسا باللهجة الحديثة ما نلفظها كثير عين نقول باين باين آه أيوة 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 فهي سريانية باعيا مو بغيا باعيا بمعنى إرادة بس هنا أبونا رغبة رغبة بس هنا لا ترهم أن يكفروا بما أنظر الله باين أن يكفروا بما أنظر الله فهمت علي هنا المشكلة أنه بئس ما اشتروا بها أنفسهم أن يكفروا بما أنظر الله هنا حسداً لأن الله لأن لأن ينزل ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بحسدوا ليش 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 الله ينزل فضله على من يشاء من عباده هذا المعنى أبونا بالعكس عكس أيوة هنا فقال هذه كلمة حسداً أيوة أيوة هي كلمة غريبة فعلاً بغياً يعني جد في عدة معاني هنا الأمر وإذا كيلهم آمنوا بما أنظل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل لماذا قتلتم معروفة لمن تشير واضح 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 لمن تشير لمن تريد أيوة واضح أيوة أيوة ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم أخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون أيوة العجلة وإذ أخذنا مثاقكم ورفعنا فوقكم الطور مجدد الطور رفع فوقكم خذوا ما أكيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأصينا لا بس هنا خطأ هنا أبونا وعطي وأطعنا وأطعنا أيوة وأطعنا هنا الخطأ هنا الخطأ إلا إذا هو ما أخذ استهزاء بيستهزئ فيهم استهزئ فيهم بسخر منهم زي سمعنا يعني أنتوا هيك عملتوا سمعتوا لكن عصيتوا واشربوا في قلوبهم وأشربوا سمعنا وأصينا بس هنا هنا أبونا في عليها ملاحظة هاي 77 إنه هاي عليها أتوينها يا الله يا الله يا الله يا الله هاي هاي 77 77 شوف عبري شمعنا وأصينا جات بالتثنية نفس العبارة نفس العبارة سمعنا وعصينا بس هم عصينا بالعبري لا تعني إنه عصى ولكن عاملة فهمت عليك أيوة 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 هنا مشكلة مع همك سمعها بالعبري وفهمها عربية فهم عليك أيوة أنا أتمل هنا إذن تثني الخام أيوة نشمع ونعبدي يعني نسمعه ونعمله أيوة أيوة لكن بالعبري فعصينا أها شمع فشمع شمعه فعصينا أي شوف فمعناها ما فهم خلاها مثل ما هي أيوة أيوة نفس الكلمة نقلها هي هي لكن في طبيعة الحال الطورة جاءت أنه هي بنفس القصة هي بنفس القصة هو يشير إلى نفس المكان نفس القصة نفس الحادثة أيوة فهم عليك فهنا خطأ سمعنا وأصينا هذا خطأ فهم عليك خطأ في الفهم مئة بالمئة وأطعنا أيوة ما عليك أيوة 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 طيب طيب أيوة هلا يعني هذولا ما يفهموا عبري فما فهموا كلمة عصينا شايف عجيز شفت كيف القصة جاءت في أماكن كثيرة أبونا سمعنا حتى في القرآن سمعنا وأصينا ظاهر هذه هذا من قولها عبري كان أصلا عرفيا ظاهر أن القرآن ليس كله كان بالخط السرياني يقسم منه بالخط العبري أيضا بالعبري كان يجوز إيه لأنه أشوف كيف لأن هذه يعني مو بس خط خط ولكن حتى اللغة أصينا لغة لغة عبرية مو كتابة عبرية أيوة 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 إيهلا لأنه حتى بالسرياني عصاها عصي يعني عصا تمرد أيوة أيوة مو عملة لا مو عملة أو نفذ أيوة وعسينا عصينا بالسين بالعبري عسى بالعبري هي بالسين مش بالصاد آها آها عصي سمعنا وعسى عصي عصي معنى يعمل أني عصي أنا أعمل آه آه فهمت علي عجيب 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 يعني ما يكفي تفهم سرياني لازم كمان تفهم عبري آه خراب بيت آه آه شوف حتى بصري يعني عص بالسين أنا طلعت بالصاد آه 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 اهتم اهتم بحث عسيس عسيس آه اهتم بحث فحص جوا لكن ما تجيب معنا عاملة لا ما هي بالطورة هي هي شوف أنا ذكرت هنا آه آه هذيها هذيها وحتى الكلمة متتابعة أيها الكلمة هذه ما أخذها من العبري من العبري أيها الجملة هالآية أيها أيها أخذها من العبري سمعنا غريب أنه هو قالها بالعبري وهم فيهم هو بالعربي أنا قلت لك عندي قصة بس ما حكيت عن هال سورة سورة البقرة عندي قصة قارية في مخطوطة قديمة بعدين أحكي لك أحكي لك طيب هنا واضح يعني واضح عندكم أنه عصينا يا لات عني عصينا ولكن عملنا خطر سمعنا وعملنا أيوة كتبه كتبه موجودة بني بالهامش كتبه أنت بالهامش الهامش كاملة واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أشربوا أنت تعرف أنه موسى جرشوا للعجل وخطوا في المية وسكاهم المية صح هي هذه نعم فهم علي فهو ما فيهموها واشربوا في قلوبهم العجل كيف يعني شربوا في قلوبهم صح فهم علي ففهموها غير شي فهموها غير شي تماما فهم علي هنا قلوبهم هنا شوف هم يقولون هذه الآية ناقصة وكي عمي مو ناقصة هم يقول لك هنا 77 في قلوبهم حب العجل واشربوا في قلوبهم حب العجل يعني أنا يعرف شون يشربوا العجل فعملوا هاي أيوة حتى تكون شوية مفهومة بس هما لا واشربوا الرماة بتاع العجل أيوة أسكاهم الرماة المي يقولوا غلطوا بالمي وشربوا شربوا مليا أيوة 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 فهمت علي يعني شفت هم ما يعرفون ما يعرفون الكصة أو هذا حتى ابن عاشور اللي يكمل هيك ابن عاشور ما يفهم عبريه لا ما يعرف أساس الكصة ما هو أراد أنه هل جملة هذه جملة ينطيها شو معنى شوية عقلي يعني معقول أيوة أيوة طالحب شوف هلأ عطيك إزاي فسرها كتب التفسير خليك تضحك خليك شوي تضحك لأنه هاي فعلا يعني أبونا تلعا ما تفهم ما تفهم أيوة أيوة والإنسان هيك لما ما يفهم شي يحاول أن يشوف يشوف لا تبريلات يخرف يبتع يجيب خرافات وما خرافات إحنا يقوله يخرج يعني يعمل تخريجة نعم يعني هذا ترى علمي شي علمي أنه حتى لمن بوقتها ما كان يعرف الإنسان قضية جراثيم فالأمراض هاي كلها كان يعزوها إلى أرواح أيوة 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 ما شاء جراثيم لمن اكتشفوا جراثيم بالميكروسكوت قالوا هاي هذول الأحياء هالي المجهرية اللي تسبب هذا طويل عملت أعملها قصة طويلة عريضة نشرق منها نشرق منها مش عايزينها هاي مش عايزين أنا أشوف لك هنا كيف الميسر عملها كيف الميسر لأنه هذا هذا أشربه في قلوبهم وأشربه في قلوبهم أنا أشوف لك الميسر كيف فهمها يعني شفت علي فهم ما أعرف التراث اليهودي ما يقدروش يعملوا غير شي ما تفهم الأمر شف قال هنا أشربوا حب العجل حتى خلصة إلى قلوبهم يخرفون أبونا هنا التفسير الميسر طيب عبادة العجل قد امتزجت بقلوبهم بسبب تماديهم في الكفر أخي ممحقول طيب على كل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أيوة إيمانكم إيمانكم أيوة أيوة إيمانكم إن كنتم مؤمنين طيب قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هذه هلهم ممكن يقال أي طوية شوف بجزائر في تلك العشرة السوداء شو كان يسموها أي العشرية كان يدخلون كثيرا على البيوت أنا شاهد بالتلفزيون بوقتها يقولون تؤمنون الله راح تروحون الفردوس هسا نحن نبعث لكم يشيرون يقول قدام الأب والأم الطفل يضربوه بالحياة يقتلوا يقول راح للجنة هسا هذا كنتوا أيضا يقتلوهم يقول روحوا موتردون جنة أنا أقول كمية جنة فنقتلكم تروحون جنة نحن يقول عندنا في فلسطين يسموه دوى مغربي دوى دوى مغربي يقول أداويك دوى مغربي يعني دوى مغربي كله هذا واحد مغربي جاء فلسطين واحد فلسطين استضافه وأكرمه قل له إن جيت للمغرب أحب تكبرني مشان أكرمك فراح للمغرب فأكرمه وزوروا كل الأماكن وبعدين لما أجاي ودعوا على المطار قال له أنا فكرت يعني أنا مقصر معاك قلت أفضل شيء أجمل هدية أعمالها إني أبعثك للجنب فأخذ المسادس وقتلوه شبوء مبنم فأحي يقولوا حدويت دوى مغربي هو ونفعل هيك عملوا بالجزائر كان هذيك أبونا هاي مشكلة ولن يتمنيوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين وعليم بالظالمين بما قدمت أيديهم تسعة أيدي أيديهم يعني ما عملوا بيديهم ما قاموا شوف هي بالجمع لكن في القراءة المختلفة بأيدي يهم أيهم يعني بالمثنى ولن جد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب شوف يمزحزحه كانوا يتكلم فلاحة يتزحزح من مكانه نحن نقول لكن تزحزح يعني تحرك مش هيك تقوله تزحزح يعني تزحزح يعني تحرك من العذاب وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر حتى ولو طال عمره ألف سنة مش هيخلص من العذاب والله بس يرون بما يعملون قل من كان هاي كلمة زحزحة أبونا غريبة ها زحزحة هل عندكم نفس الفئل بالسرياني زحزح ما أظن بس هو هو بجوز من أصل زحة يزيح أيوة أيوة زحة أزالة يعني أزالة أزالة أيوة دشرها أبونا بايش عليه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملاكتي ورسلي وجبريل عادو هلا وميكال إن الله هنا يقول من من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلب طيب عدوا لله وملاكتي ورسلي وجبريل وميكال هاي زالة على الميكال يعني هاي للبركة فإن الله عدو للكافرين أظن هاي المرة الوحيدة اللي جي فيها ميكال في القرآن ميكال هاي أول مرة مجا مجا مرة غيرها ليش زادها مش عارف شغلك طيب 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 نكمل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا أهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هنا رؤية أن قد يكون الألف هذه زائدة فهم عليك هنا يقول لك آهدا كلما آهدوا آهدا فعل غير موضوع تبري آهدوا 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 طيب نكمل ما ندخل في الموضوع آهدوا وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم أوتوا كتاب كتاب الله آه 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 وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون آه آه وات وات واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان آه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملك الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علموا إلا من اشتراه علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق خلاق هنا فهمت أبونا طيب وليه حنشوفها بعدين هذه الآية طويلة جدا لهيك واحد يصعب يتابعها بالهوامش على كل من خلاق ولا يبئيسا ما شعروا به أنفسهم شعروا هنا بمعنى بعوة نفسهم لو كانوا يعلمون هنا شو هاي ستة ستة وتمانين هنا شو كلمة هاي هذه هذه الآية عليها مشاكل الله ما ندخل فيها بس هاي خلاقين مو خلاق لازم خلقين دعا نشوف هنا هنا المشكلة شو بالكوفي ما في ركزة أليف أبونا شوف كيف فهمت معنى خلاق هنا خلاق هي آخ من خلاق من بلال ألف ما في ركزة حتى ركزة أليف ما في أيوة من خلاق لأن الآية طويلة والهواء مش متابعة مش متابعة ستة وتمانين ستة وتمانين ستة وتمانين هي الآية الخامسة هنا الخامسة ويش وين ستة وين الخامسة أها خلاقين جاءت بنفس اللفظة بالعبرية في سبر أيوب بمعنى نصيب بمعنى حظ ونصيب أبونا انت شوف لي أيوب عشرين آية 29 آية 29 عشرين عشرين ستة عشر عشرين تسعة وعشرين أخيرة هي هذه مناثة ورناشة رشيعة مغضم آلها ويرتوثة من الله ومن مرومة مناثة هي طبعا حصة قسمة مصيب أنا أعطيك جوب شو يقول لك جوب هو يجي هذا هو جوب عندي جوب عندي احنا قلنا كم رقم الفصل قلنا عشرين 22 22 20 والآية 22 آية 29 آية 29 أيوة أيوة هاي نقل حرفي سورة البقرة كاتبها عبري لهيك أبونا هي السورة الوحيدة إبراهيم ما جاتش فيها الياه هلا هلا بعدا لما نحكي لك القصة شوف نعرف كيف حقيقة أنا يواشكة تجي بالي هالقصة قرأتها قبل قريبا سنة 89 في مخطوط ومع الأسف معرفت وراحت شفتها عند واحد صديق وأنا قاعد عنده وهو مشغور بيلعب طاولة مع واحد شايب وأنا قريتها هيك وقاعد جنبه ومردت أحكي عنها خوفا من هذا اللي كان قاعد جنبه كان قاعد معاه وبعدين قلت راح أسأله وما عرف شو صار انشغلت كنت رايح بغداد زيارة عند أخي أخوي ورجعت إلى دهوك ومع الأسف ما عرفت شو هي وبعدين توفى هذا القص طب نكمل كل ما تروح نشوف أنه هي عبري نعم نعم ولو أنهم آمنوا شفت كيف مفيد كمان واحد يعرف عبري والنصوص العبري فهم علي ولو أنا طليقة حال أخذتها من غيري كمان لأنه كيف أجد هاي الكلمة بالنص العبري مثل ما أنا قلت لك أنا مؤلف أنا لا أخترع شي فهم علي وجمع المعلومات مثل ما أجمع من عندك ما أجمع من عند غيرك نعم نعم ولو أنهم آمنوا واطقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون مثوبة وثواب يعني مثوبة هو ثواب مثوبة من عند الله خير إحنا هنكرر حنشوف كيف فسر واضح واضح مثوبة ساب يسوب يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا قلتهم شتيمة أرعن أي مصطول لا تقولوا راعنا هنا تغيير الفعل بسبب أن اليهود يعتبرون أن بلغتهم شتيمة أرعن أي مصطول يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا فهي فيها مشكلة أيوة راعنا يعني كانوا ي khunjموا على النبي هو يقول هيك طيب راعنا هل هل عندك فعل راعنا بمعنى واحد مجنون مسطول نشوف لك إحنا يقولوا أرعن أيها بالعربي أرعن أرعن يعني أرعن هو كتبها شكيمة أرعن أو بسطول لا ما في بالسياني ما في واضحة عبرية هاي عبرية عبرية هاي هاي صورة كلها عبرية شوفها ما يود الذين قفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله اختصوا برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هاي موضوع النسخ شوف ننسخ هوك يقول نفسه ننسخ بس أبونا أستاذنا يقول ما في نسخ بالقرآن هاي نفسه الله يقول ننسخ من آية أو ننسيها أيوة أيوة يعني نشيلها من البال من المن أيوة أيوة واضح واضح نأتي والأستاذ هذا اللي قالت لك عنه قال لا ما في نسخ من سوف القرآن هذه دعاية قناة الحياة قلتوا حياة ايش أنا ممكن تعمل قناة الحياة بعد في ذاك الزمان الطيب اي 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 ابو لا فرشاة لا تعالى الله على كل شيء قدير يا ما عليها أشري طاية الموضوع أبونا ينكرون وجود النسخ أمم ما يفهموش يقولون ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير طيب أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبله وما يتبدل ومن يتبدل القفر بالإيمان ومن يتبدل فقد يبدل يتبدل يبدل لنفسه يعني يتبدل يبدل القفر بالإيمان يعني يشتري هنا يشتري قفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل سواء السبيل تفسيخ سواء السبيل أيوة السبيل تذكر لما قال أن يحن المعبدال يقول صوت صارخا أعدوا طريق الرب وسهلوا سبوله أيوة 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 تمام سووا بالبسرياني سووا سبوله وشوو لشويل آه طب خليكم خليك خليك معي خليك معي أعطيني أعطيني النص أعطيك أين أين يحن في لوق لازم بداية لوق أعطيني النص العربي وأنا بحث لك عن نفسه بحث لك أه وكان وكان يوحن 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 آه يوحن 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 أيوة يوحن واجعلوا سبوله مستقيمة أيوة هذي واجعلوا سبوله بالسرياني أشوى ولشوى له سووا سبله سبله مستقيم هذا شارح بالعالم هو إنجيل مرقص أبو ناجد مرقص الآية الثالثة الثالثة مرقص أيوة مرقص 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 أهي مرقص معمودي سجسيا وسنبقى أهي الواثي كله أهي 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 شدرنا هنا لك ثالث قارب مرقص مرقص وشوى ولشوى له وشوى بصراح ولكن أكو أيضا في في شسمها خليك شوي خليك معي خليك معي نعم خليك معي هنا لازم أكتب هاي الآية القول الآية هنا صوت صارخ في البرية أيوة صوت صارخ في البرية أيوة عرفها صوتها هي عندي هون سقول لهم مستميمة هذه هي أعدوا طريق الرب أيوة أنا أكتب هاي هلأ أنا أقيني اللفظ السرياني أيوة أشوو 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 أليف شين واو واو أليف شين واو واو أيوة أيوة أشوو 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 يعني أفعل طريقه أفعل صبوله بالضبط سووا سب له سووا سب له شويلة هي أصلا جبيلة يعني سبيل شويلة جبيلة هاي حلوة جدا هاي حلوة جدا يعجبني هاي ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم قفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من اليهود ونصارى يدخلون جنة لا هم يقولون هيك وقالوا أيها الله آه لن يدخل الجنة يقول عن نفسه من نصارى عن بعضه آه أوكي 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 الاثناشي يقول لك بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علىه ولا ملحزنون آه نعم أنا دي أكدها وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقال المسلمون اثنين اعتموا على شيء وهم يتلون الكتاب رغم أنهم بكروا الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قولهم مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ما كان ملحق وقال المسلمون أنك إليه ما ليش سوي شيء أيوة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزج ولهم في الآخرة عذاب عظيم إحنا أبونا نتوقف هون لأنه بعدين إحنا مش هنخلص إذن هنا 74 لحد 114 أوكي هاي هون إحنا نتوقف هون نقطع المشاركة شكرا على المتابعة أرجوكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجهاز حتى اتصلكم الأشريطة القادمة أوكي شكرا أبونا تحت تستريحي شوية يلا استريحي شوية يلا اشتركوا في القناة